السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد أطلقت الريدمي تابليت جديدة مميزة جدا تأتينا بمواصفات ممتزة والسعر فئة اقتصادية سنتعرف على كل ما تقدمه الريدمي باد وعلى السعر الرسمي الذي تنزل به لكن قبل أن نبدأ لتنسى الأعجاب بالنقرأ على زر لايك إذا كان لديك أي استفسار اكتبلي تحت في التعليقات أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لتضيع هذه الفرصة اشترك الان وفاعل زر الجرس لتكون متابعة لآخر الأخبار وتطورات التكنولوجية أولا بأول بداية مع الشاشة تأتينا الريدمي باد مع الشاشة كبيرة بحجم 10.6 انش ومن نوع IPS LCD في ظهر نجد تصميم ممتز جدا مع كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا تأسل في أيضا أصدقائي تأتينا بدقة 8 ميجابيكسل بالنسبة لأداء هذه التابلت نجد معالج من شركة ميديا تيك الهيليو جي 99 بمعمارية 6 نانومتر معالج ممتز جدا يعني يعتبر الأفضل في هذه الفئة السعرية نجد نشخة اندرويد 12 ووجهة شاومي الاميو اي 313 بالنسبة للبطارية هنا نجد 8000 ميلي امبير بطارية ممتزة جدا والتابلت تدعم الشحنة السريع بسرعة 18 وات بدون شك تأتينا مع مدخل USB Type-C تأتينا مع ستيريو سبيكرز وهو شيء ممتز جدا لا يوجد مع اي تابلت في هذه الفئة السعرية اربعة سماعات سيريو سبيكرز يعني اربعة سماعات تقدم جودة صوت عالية جدا بالنسبة اصدقائي الى هذه التابلت تأتينا مع نسختين 64 جيجا مساحة داخلية وثلاثة رام والنسخة الثانية تأتينا مع 128 جيجا مع 4 رام وغير داعمة لمدخل SD Card يعني ليس بامكاننا اضافة مساحة داخلية اما بالنسبة للالوين فتتوفر الريدمي باد بثلاثة الوين الجرافت غري اللون الرامجي الديكن تأتينا مع مونلايت سيلفر وهو اللون السيلفر يعني اللون الفضي كما تتوفر بلون ثلاث وهو المينت كرين اللون الاخضر الفتح هذه هي كل مواصفات التابلت الرائعة من شركة شاومي الريدمي باد بالنسبة للسعر الرسمي الذي تنزل به هذه التابلت هو 199 دولار مع النسخة الاقل وهو يعتبر سعر ممتز جدا يعني نأخذ هنا تجربة اداء قوية كاميرا جيدة شاشة كبيرة وسماعات خارجية ذات جودة عالية وهذا الشيء اصدقائي ارى ممتز جدا اكتبوا لنا اراءكم في التعليقات حول الريدمي باد الى هنا اصدقائي وصلنا الى ختم هذا الفيديو اشكركم على المتابعة اتمنى انكم استفدتم وانا الفيديو اعجبكم في الختم لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليسلكم كل جديد اراكم في فيديو قادم الى اللقاء وشكرا